اهلا بكم معاكم الدكتور تامر والنهاردة هنتكلم عن عضة التعبان التعبان في منها 3000 نوع منهم بس 400 هو اللسام يعني حوالي 15% بس من التعبان هو اللسام كمان التعبان السمة دي لو عضة شخص مش شرط تكون العضة دي فيها سم التعبان بيحدد كمية السم على حسب الفريسة اللي قدامه فبعض العضات بتاعت التعبان حتى لو سام بتكون مش سامة وبيسموها دراي بايت وطبعا ممكن تكون سامة عادة التعبين مش بتهاجم الانسان اصلا لان الانسان ببساطة مش من الفريس اللي التعبين بتاكلها لكن في الغالب هو بيعطي الانسان لما يكون بيدافع عن نفسه بس مثلا انت دست عليه بالغلط او بتحاول تمسكه هو حسب الخوف منك فبالتالي بيهاجمك ويعدك لكن السلوك العام والاغلب للتعبين ان هي مش بتهاجم الانسان التعبين طبعا من زواية الدم البارد يعني بتنشط في الصيف سم التعبان ممكن يأثر على الانسان على كذا جهاز في الانسان ممكن يأثر بشكل موضعي مكان العضة بس ممكن يعمل تورم احمرار قلم شديد ممكن حتى يعمل دمار في العضلات دي لدرجة انه ممكن يحصل بطر للعض بسبب عضة التعبان ممكن كمان السم ده يأثر على الدم اللي في جسم الانسان ويخلي فيه سيولة زيادة فالشخص ممكن ينزف من اي مكان ممكن يبقى فيه نزيف داخلي وبالتالي ممكن تهدد حياته وممكن يموت كمان بيأثر على الجهاز العصب بتاع الجسم ممكن يعمل ازدواج في الرؤية ممكن يعمل تنميل ممكن يعمل ضوخة وممكن يشل حركة عضلات التنفس في الانسان وبالتالي ممكن يسبب الوفاة كمان السم ده ممكن يأثر مباشرة على القلب ويعمل اختلال في دقات القلب ويأثر على كهربة القلب وممكن برضو يوقف ضربات القلب وكمان طبعا السم ده ممكن يأثر على الكلة ويعمل فشل كلوي حاد كمان التعبان لو عد طفل صغير بيكون تأثير سم التعبان اقوى على هذا الطفل لان كمية السم بالنسبة لحجم الطفل بتكون كبيرة لكن لو شخص كبير تأثير هذا السم بيكون اقل حدة بيكون قليل شوية لما يكون الشخص كبير ايه هي الاسعافات الاولية اللي تعملها لو حد عده تعبان اول حاجة ابعد فورا عن مكان التعبان اتصل بالاسعاف على طول عشان تنقل هذا المصاب الى المستشفى ما تحاولش تمسك التعبان عشان ما يعندكش انت كمان وبدل ما يبقى عندنا ضحية واحدة يبقى اتنين لو تقدر بس افتكر شكل التعبان كويس عشان ده بيساعد الطبيب في مراكز السموم المتطورة انه يشوف ويعرف هل التعبان ده سام ولا لا ولازم له مصل ولا لا هد العيان وطمنه وعرفه ان فيه تعبين كتير مش سامة لان توطر العيان بيزود ضربات قلبه وبالتالي يخلي الدم يوصل اسرع في الدورة الدموية فهد العيان عشان يهده وضربات قلبه تقل نظف الجرح مية وصابون ممكن بتادين ممكن لكن بلاش كحول عشان برضو الكحول بيعمل اتساع في الاوعية الدموية في منطقة الجرح وممكن يساعد في انتشار السم وبعدين غطيه بقماشة نظيفة او لو معاك شاشة نظيفة ثبت الجزء اللي التعبان عض العيان فيه يعني لو التعبان عضه في رجله اليمين يبقى ما يحركش رجله اليمين خالص على قد ما نقدر طبعا لدرجة ان احنا ممكن نعمله كبيرة نحط حتة خشبة كده ونربط رجله من فوقه من تحت عشان ما يحركهاش لان حركة العضو هتخلي الدم يوصل كويس للعضو ويوصل من العضو للقلب وبالتالي هيخلي السم ينتشر اسرع والعيان عموما نفسه ما يتحركش كتير عشان زي ما قلنا دقات قلبه وما تزيدش كتير وبالتالي يسرع انتشار السم في الجسم لو العيان لابس هدوم ديئة عند منطقة العضة او لابس دبلة او حاجة ديئة نشيلها فورا لان مكان العضة ممكن يورم وبالتالي يخنق هذه المنطقة وبالتالي العضو ده ممكن يحصل فيه قصور في الدورة الدموية ويحصل فيه باتر بعد كده ممكن نلف العضو المصاب برباط ضغط ونربطه زي ما يكون واحد رجله مجزوع يعني ما نشدوش جامد ولا نهويه جامد وبنربط من مكان العضة والحد فوق على قد ما نقدر نظام التورنيكي اللي كان بيتعامل زمان ده اتمنع دلوقتي خلاص ما بقاش يتعامل ان احنا نجيب حاجة زي رباط شاشة ونربط فوق بقى عشان الدم ما يوصلش ونربطه جامد الكلام ده تلغى كمان على قد ما نقدر نخلي العضو اللي حصلت فيه العضة دي يكون تحت مستوى القلب يعني برضو لو معدود في رجليه ما رفعش رجليه الفوق ونيمه هو على ظهره فالدم يوصل كويس للجسم لا مش عايزين الكلام ده ما تشرحش الجرح بموس او بسكينة او بحاجة زي كده الكلام ده كمان تلغى خلاص كمان ما تمصش الدم ببققك زي رشد ابازة كده برضو الكلام ده تلغى خلاص ما تحطش تلج ولا اي حاجة متلجة على مكان العضة لان ده ممكن يسبب دمار موضعي في مكان العضة ما تخليش العيان يأكل ولا يشرب وخصوصا ما يشربش شاي ولا قهوة ولا كحليات لان الحاجات دي بتزود برضو ضربات القلب وتساعد في انتشار السم وتنقل العيان طبعا للمستشفى في اقرب وقت ممكن في المستشفى بقى هتعمل ايه عيان جالك قالك دعضه تعبان اول حاجة طبعا زي اي عيان طوارق اي بي سي اي ايروي تشوف مجرى التنفس بتاعه كويس ولا لا بالع لسان ولا لا محتاج يتطيب يتركب له طيوب ولا لا تاني حاجة بريثينج تشوفه بيتنفس ولا لا تالت حاجة سيركيوليشن الفيتالسينز بتاعته عامل ايه وطبعا تتابع هذه الاشياء باستمرار تحطه على اكسوجين تركب له كانيولا تعلق له محلول ملح 9 من 10% عشان يساعد على حيوية الاعضاء الداخلية بتاعت الجسم بتاعته تدي له جرعة منشطة للتيتانوس اللي هو التوكسيد لو ما كانش يخدها في اخر خمس سنين تنضف الجرح كويس ببيتادين وتشوف في سنة من التعبان مكسورة في الجرح ولا لا وتشيلها ممكن كمان تدي له مضاد حيوي لو انت شايف ان حالة الجرح مش كويسة وممكن يحصل او عدوى بكتيرية ثانوية على الجرح تستدعي دكتور الجراحة لو انت شاكك في حاجة اسمها يعني الضغط جوه العضلة او جوه العضو المصاب ده شديد جدا وممكن يأثر على الدورة الدموية لهذا العضو وبالتالي ممكن هذا العضو يموت ويتم بطره بعد كده ودكتور الجراحة بيعمل حاجة اسمها في الشيوتومي الكلام ده لو ما تحسنش بالعلاج وبالمصل اللي هزا المريض ممكن يكتره تسحب للعيان تحاليل فورا صور الدم كاملة وظيف كلا سكر بيتي بيتي تي اي اي انار فيبرونجين تحليل بول عشان حاجة اسمها مايكرو جلبونيريا وبعدين تعيد التحاليل اللي هي البيتي والبيتي تي والاي اي انار والصفايح الدموية والفبرونجين كل 4 ساعات طبعا انت بتحجز العيان تحت الملاحظة 24 ساعة نيجي بقى للجزء المهم اللي هو المصل بتاع التعبان اللي هو اسمه تحديد ان كان العيان ده هياخد هذا المصل ولا مش هياخده قرار صعب شوية لان المصل نفسه فيه منه مشاكل كتير ولقوا منه اعراض تحسوسية كتير حتى وصلت الى درجة انه بيحصل منه انافلاكسس او صدمة تحسوسية قد تؤدي الى وفاة المريض عشان كده مش كل عيان عضو تعبان لازم ياخد المصل تقول لي ايه ده هو ممكن واحد التعبان يعض ومدلوش المصل اقول لك ايوة ممكن لان احنا قلنا فيه عضات كتير جدا ما بتكونش سامة وكمان المصل بيحصل منه مشاكل كتير جدا زي ما احنا قلنا فلازم نوزن هل المصل هيكون مفيد للمريض ولا هيضره طيب يعني نتصرف ازاي مع العيان العيان طبعا اتحجز بنقسم حالته على حسب خطورتها وعلى حسب الاعراض اللي حاس بيها وعلى حسب المعامل اللي طلعت فبنقسمه الى اربع مراحل لو كان هو مرحلة اولى يعني بنسميها مينمال او ضئيلة التأثيرات ضئيلة مش موجودة تقريبا ما بندلوش المصل يعني تقريبا العيان سليم مش حاسس باي حاجة والمعامل بتاعته طلعة كويسة وما فيش مشاكل في مكان العضة العيان ده ما بندلوش المصل لكن بيفضل تحت الملاحظة وبشوفه كل شوية بحيث لو دخل مرحلة تانية هياخد المصل المرحلة التانية اللي هي الميلد الميلد بيبقى فيها لوكال بين يعني قلم موضوعي في مكان العضة بس شوية تورم لكن كسيستيميك يعني كجسم العيان عموما ما فيوش مشاكل تانية يعني العيان فايق ما فيش عنده ترجيع ما فيش سرعة في ضربات القلب ما فيش اغماء ما فيش حاجات تانية خالص هو مكان العضة بس والمعامل بتاعته كويسة في الحالة دي اعمل ايه بندلو مصل التعبان بندلو ثلاث أمبولات بنحطهم على رينجر او جلوكوس 5% ونعلقوا في الوريد على مدار ساعتين طيب لو كان المرحلة التالتة المرحلة التالتة يعني قلم شديد جدا في العضو وتورم اكتر من 30 سنتي وممكن يكون معاه قيء او بس غثيان ميل للقيء بس ممكن في التحاليل الاقي الهيماتوكريت بتاعه قل ممكن الاقي الصفايح الدموية قلت في الحالة دي بدل العيان ده خمس أمبولات برضو على رينجر او على جلوكوس 5% وريد على مدار ساعتين طيب لو الحالة جديدة طبعا الحالة جديدة يعني كل حاجة بيزة تقريبا تورم شديد في مكان العضة وحمرار وفي نزيف تحت الجلد تقريبا في كل جسمه في زرقان في كل جسمه بيكح بلغا مثلا فيه دم ضغطه بقى واطي وظيف الكلا بتاعته بقت عالية حصل هايبو برفيوجن الاعضاء ما بقاش وصل لها دم كويس وطبعا المعامل والتحاليل بتاعته بقت مش كويسة البيتيتي عالي البيتيتي عالي الصفايح الدموية نزلت في الارض الاي النعر عالي كل الحاجات دي بتقول ان الحالة شديدة او المرحلة الرابعة في الحالة دي بديله عشر أمبولات بيتقسمه على الدراعين خمسة هنا وخمسة هنا في الوريد على مدار ساعتين وممكن حتى احتاج اكتر من عشر أمبولات احيانا ممكن يوصل الموضوع الى عشرين أمبولة مصل تعبان طبعا المصل ده بنعمله اختبار حساسية الاول قبل ما نديه للعيان لكن في حالة حدوث حساسية من المصل والعيان حالته جديدة او المرحلة الرابعة نعمل ايه ساعتها بنبقى مضطرين نديله المصل على الرغم من ان في منه حساسية وقد تكون مميتة لكن بنديله أدرينالين وبنديله كورتيزون وفيه كتب تانية بتقول ان احنا نحاول نخفف المصل ده واحد على عشرة بواحد عالمية ونحاول نبدأ الاول بواحد عالمية بكميات قليلة ونزود الجرعة واحدة بواحدة كده كل ربع ساعة عشان نتلافى اعراض الصدمة التحسسية والتحسس الشديد اللي بيحصل من المصل طبعا بقى الكلام ده اللي بيطبقه مراكز السموم المتخصصة يبقى لو العيان مفيش عليه أعراض بخليه معي تحت الملحظة وما بدلوش مصل طلعت أعراضه من المرحلة الأولى بياخد ثلاث أمبولات أعراضه من المرحلة التانية بياخد خمس أمبولات أعراضه شديدة أو المرحلة الرابعة بياخد عشر أمبولات وممكن يوصل إلى عشرين أو أكتر وحتى لو طفل بياخد نفس الكمية لإن احنا بندي الحاجات دي تعادل السم ملناش دعوا بوزن العيان خالص بس كده طبعا لا لو الحالة جديدة والهوموجلوبين وقع أقل من 8 ممكن ندي كرات دم حمره مكدسة لو الصفايح الدموية أقل من 30 ألف أدي صفايح دموية أحيانا أحتاج أدي بلازمة عشان أسيطر على النزيف اللي موجود في هذا العيان بعد العيان ما بيخرج من عدل من المستشفى أعرفه لو حسيت بأي أعراض تجيلي تاني كمان في خلال عشر أيام لو حسب ألم في العضلات أو تورم في المفاصل يجي لنا تاني لأن دي بتبقى حاجة اسمها سيكسي رام سندروم حاجة بتحصل من مصل التعبان اللي إحنا الدنان وأخيرا لو مضطرة تتعامل في منطقة أنت شاكك أن فيها تعبين البس جزم طويلة والبس جوانتيات وفي النهاية أحب أشكركم اشتركوا في قناتنا واعمل لايك وشير شكرا لكم